3000 كيلومتر بين الولايات المتحدة والمكسيك من دون مراقبة فعالة واقع دفع رئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى قطع وعود بتشييد جدار ضخم يمنع تضفق المهاجرين والأسلحة والمخدرات بمجب أمر أصدره ترامب قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر الماضي أعلن البنتاجون إرسال 3750 جنديا إضافيا لدعم الأفراد العاملين في الجمارك وحماية الحدود مهام الجنود المنتشرين ستشمل قدرات المراقبة المتنقلة بالإضافة إلى وضع نحو 200 كيلومتر من الأسلاك الشائكة بين منافذ الدخول يقول ترامب إنه ينبغي تمديد الأجزاء القائمة من الجدار على طول الحدود لوقف ما يصفه بأنه غزو لا يمكن التحكم فيه للمجرمين ولإنهاء أطول إغلاق في تاريخ أمريكا وافق ترامب نهاية يناير على تمويل مؤقت للأجهزة الفيدرالية من دون تخصيص أموان للجدار لكن الإجراء هذا يبقى مؤقتا وينتهي في منتصف هذا الشهر وحتى ذلك التاريخ على الجمهوريين الذين يسيطرون على مجلس الشيوخ والديمقراطيين في الكونغرس إيجاد تسوية دائمة للموازنة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر